على الرغم من الضغوط الكبيرة استطاع المنتخب المغربي وبشكل جيد إدارة مباراته الأولى ضمن دور مجموعات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة ضد منتخب طاجكستان الإيقاع كيفاش نجيريه وكيف نجيريه وكيف نجيريه المباراة في ضل هذه الظروف فهذا هو المهم عندنا كيفاش كوتشينا كيفاش اللعيب نخرجه راسهم من طاقة هذه المباراة اللي كانت شوية متخوف منها لأننا ما عارفش بزاف على طاجكستان وشفتوا أنهم لعبوا بيدون مركب نقص زادوا بالحاريس بغين غير يلعبوا بغين يديروا غير نتيجة وهذا تكون صعيبة وصعبة بزاف علينا لكن المباراة القادمة شفنا جميع المنتخبات وهذا انهي اليوم شكل أفضل إن شاء الله المنتخب المغربي انتصر في هذه المباراة على خصمه التجكي بحصة أربعة مقابل اثنين كنا عارف أن المنباراة هذه الصعبة بحكم أن المنتخب التجكي الثاني بحالة يلعب في الأرض وقدام جماهر دياله الحمد لله أننا سطعنا الربح ورغم أن الأهداع لم يكنش في المستوى يعني الحمد لله المهمة اللي طربتوا عم صحوا الأخطاء اللي درنا فضل ماتش إن شاء الله بإذن الله حتى لو بغين نمشوف ببعيد فضل كأس العالم مخصوش نديروا شيء أخطاء داروا فضل مباراة وديما المباراة الليولك تكون صعبة كم بغين شكر جدريري على الروح القتالي اللي قدموها في المباراة الأولى الأهم هو ثلاثة نقاط اللي غادي تخولناه بشنا لعبون مباراة الثانية إن شاء الله اللي غادي نوجدوا لها نحن الآن المنتخب المغربي الفوتصال مكن نهمناه نتائج كنتهي منها ثلاث نقاط لان سنفكره في المباراة الثانية ضد المنتخب باناما لكي نحققوه ثلاثة نقاط وتخولنا لعب المباراة الثالثة مع المنتخب البرتغال وسيواجه المنتخب المغربي في مباراته الثانية يوم التاسع عشر من هذا الشهر بتشقند منتخب باناما الذي تعرض لهزيمة ثقيلة امام البرتغال بعشر مقابل واحد